تقول نحن مجموعة من البنات وليس لنا إخوة ذكر هل ينفع؟ بتقول هل ينفع؟ النبونا يكتب لنا البيت ولا إيه؟ لا يجوز قولا واحد لأنه يتألى على الله هذه حقوق شرعية هذه حقوق شرعية لا يجوز له أن يحرم ولدا أو بنتا من ميراثه وإنما يترك الأمر لصاحب الأمر يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثاء آخر الآية فريضة من الله فهي فريضة ولذلك يسموه علم الفرائض وهذا العلم للأسف هو أول علم يقبض من الأرض في المسلمين ولا حول لقوة إلا بالله فلا يجوز له أن يكتب للبنات ويحرم الأولاد أو أن يكتب للأولاد هو ليس عنده أولاد يعني هو القصد هنا أنه يكتب لبناته بغية عدم أن يرث مع بناته إخواته بعد موته هذا ما فهمته لأنه كده ما فيش هذه حالة أخرى يعني لا يجوز أن يحرم ولدا أو بنتا إنما إذ كانوا بنات وليس لهم ولد ذكر فالمراث لهم الثلثان يجوز فقط إن كنا عاجزات فقيرات لا يوجد من يعولهن يجوز له أن يوصلهن بمقدار الثلث ولا يزيد لأن الإمام أحمد في قضية اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم قال هذا حكم عام لكن إن كان الولد زمناً يعني مريض مرض مزمن أو كان فقيراً فقراً مدقعاً وبقية إخواته أغنياء أو كان طالب علم أو لا يستطيع العمل يجوز له أن يخصه بشيء دون الباقي بشرط أن يكونهم أغنياء متعلمين أصحاء وهو مريض أو فقير فقر مدقعاً هل تصح الوصيل الوارثة دكتور؟ نعم تصح؟ نعم يتصح ويجوز له أن يهبهن على حياته بس في حدود الثلث بشرط أن لا يوجد من يعولهن ولا يوجد من ينفق عليهن ولا توجد واحدة تعمل وهكذا وعاجزات في هذه الحالة يجوز فقط إنما يوزع الباقي بعد الزوجة هتاخد الثمن الباقي وهم ياخدوا الثلثين والباقي لإخواته الذكور أو الأخت الشقيقة وهذا هو المراث الشرعي نعم هو الأصل لكن دي حالة استثنائية بعدما الأمة تاخده الثمن وأنتم تأخذه الثلثين كم ستبقى لن يبقى شيء بباقي لكن هذا الحق ويسأل عنه للمحقوق العباد يسأل عنها الإنسان ويوم لقاء رب العباد في بعض الأحيان الأب يعني يستقطب إخواته في حياته الذكور ويقول لهما الله أنا عندي كذا والبنات كذا من الممكن أن يكون كذا وهكذا يعني يعني أن تمضي الأمور يعني بطيب نفس أفضل ما يبقى فيه يعني فؤاد مخيمر رحمه الله رحمة واسعة أستاذ اللغة العربية في كلية الدراسات وجالس في منطقة اسمها كومح الليل في الشرقية وحكى لنا قصة حدثت معه وكان فقيه القرية رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة قال كان عندنا واحد له ثلاث بنات وما شاء الله عنده من المال الكثير فأتى إلى الشيخ سبحان الله قبل وفاته بليلة وقال له سأكتب كل ما أملك للبنات قال له اتق الله ولا تكتب شيئا قال أخوي هيئزيهم قال له دع الأمر لصاحب الأمر وسبحان الله مات الرجل بعدها بليلة فأتى أخوه وجلس أخذ العزاء وفي نهاية العزاء هم بالانصراف فقال له الشيخ دكتور فؤاد رحمه الله علم خيمر قال له انت راح فين هتسيب ولد أخوك ما لهمش عائل قال له ينفعهم ما لأخوي ينفعهم ما لأخوي اللي كتبهم لأنه أشيع في البلد أنه هو كتب كل حاجة لبناته قال له اجلس 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 لقد أتاني أخوك يأخذ الفتوى مني فقلت له لا تفعل ولم يفعل ولم يفعل لم يكتب شيئا للبنات قال أخي فعل هذا اذهب يا ولد هت لبسي وهت حاجاتي وجلس مع ولد أخوه وقال له هت المحامي أنا متنازل عن حقي لولاد أخويا وكان له ثلاث ولاد ما شاء الله متعلمين اللي طبيب والمهندس والمهندس زراعي والمهندس المعماري قال كل واحد هتزوج واحدة من البنات دي وزوج البنات وحافظ على بنات أخوه نعم نعم يعني دوما أن تمد الأمور بالود يكون أفضل وأفضل بكثير لأن أصعب شيء واغتصاب الحقوق نعم